السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايب قلبي عاملين ايه وحشتوني من اخر فيديو قدمته بحبكم في الله وبشكركم جدا جدا بشكر الناس اللي بتشترك معايا من زمان بشكر الناس اللي بتشترك جديد وبدعلكم ربنا يخليكم ويحفظكم من كل شر ومن كل وحش يا رب ربنا يعيش في كل مريض منكم ربنا يخلي لكم ولادكم وربنا يدي يا رب اللي محتاج الزرورية الصالحة كده يا رب يديله وما يحرمه وربنا يشفيكم ويراضيكم ويخليكم ربنا يفكوا كرب كل مقروب ويرزق كل محتاج اللي محتاج فلوس ربنا يرزقه اللي محتاج اي حاجة ربنا يديله يا رب ربنا يحفظكم لي بتعمل يا مودالية النهاردة نهاردة بقى كنا صحين بردك من بدري فانا غسلت الاول الحتة اللي فوق ورشت هينتي عشان ايه الترابة وكدتي وقلت بقى كنا جاعدين هنأكل ايه هنأكل ايه بصراحة انا قلت اعمل رجاج عارفين الرجاج الطري رجاج على الصجبك الرجاج اللي هو اللي بنعمله بالنشابة دوتي بس مش هنعمل بجا ناشف لا احنا عزين نعمله طري وناكله كده بطاطس محمرة وفلفل وجبنة بتبقى مع الجبنة جميل للرجاج ده بالذات لو عزين تعمله بلاب الرايب لو عزين تعجن الرجاج دي بلاب الرايب انعجن هو دلوقت الرجاج دي ما بياخش وقت زي زمان بالنشابة اللي هي اللي طلعها جديدة بتجري دي عن النشاب بتاعتنا بتاع زمان فبصراحة ما بياخدش وقت يعني هو رجاج اساسا دلوقت غالي طب ولادة ما بياخدش عشر دقيق يعني شوائي اللي انا صورت فيهم دول عملت الرجاج وعملت البطاطس وحطيت جبنة يعني ما بياخدش وقت خالص وما حدش يشتير الرجاج دي من برا لانه بجد جميل ومسلي وهتجيبي كيلو دقيق هيقطع جدكة يعني هيقطع كتير كيلو الدقيق المهمة بقى مكونات الدقيق بتاع الرجاج هو شوية ملح وشوية مية وعازة تحط سكر انا بحب احطه في اي عجين شوية سكر بس مش عازة تحط السكر خلاص هو شوية ملح ومية بس هزود مية بردا خلاص ملح انا فيا بس ما بياخدش اي عجين لان لو عاجلنا الرجاجة حلو تفرد فيها براحتك لازم يتعجن حلو فكرنا الفاطيل لما قلتكم عجينه حلو والراجاج برضو نفس الحكاية لازم نعجنه حلو المهمة غسلنا الطبلية وغسلنا النشبات بتاعتنا هنشوفه بجا هنفرده كيف وصلى على النبي عليه اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى لي اجمعين لا اله الا انت سبحانك اني وكنت من الظلمين جبت دالي بجا تقصلي يعني بتبطت شوية كده اسمها بتبطت شوية وانا اخده ايه من تحت ديها هفرد على طب انا كنت جايبة بردا كننشابة وجايبة النشابة وعصية المجشة برضو يعني اللي عاوز يعمل بأي حاجة اللي ما عندوش نشابة اللي ما عندوش عصية مجشة ايه يعمل ايه اللي يعني الموجود حتى لو بدين الموجود هنعمل رجاجه من برد بجد انا سألت على الرجاج ده اللي جيته غالي وكمان العيد داخل وهيبجه غالي وعاوزين تنشافوه بجد احنا كنا هناك له في هامتها عاوزين تنشافوه في الفرن يعني زا ما عملنا كده وتفردوه بالنشابة كده في الفرن واحدة واحدة وطلعوها ينشف وتبجا زا العساء يعني حتى لو مش عاوزين تعملوه طريق ولو عاوزين ما تعملوش في الفرن بردك عصية كده انا عملت عصية بتاع فرن صغير يعني ايه صاجة بتاع فرن صغير مش محتاج بجد كلكيع ولا اى حاجة ولا تشيروا الرجاج دي من بره خالص ولا غالي ولا ده غالي والله العظم خواه اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى ليه جمعين ربنا يخليكم يا حبيبي والله بدعي لكم ليل ونهار وكل ما صلي والله بكل عدان الفجر كل ما اجهد اصلي الفجر كده بدعي لكم كلكم لو صليت كيام الليل والله بافتكركم وافضل ادعي لكم كده ربنا يخليكم ويا رب بتسلم ايديكم اللي بتحط اللايك كده تي واللي بتدسع الفيديو بتاعه وتتفرج عليه ربنا يخليكم ويحميكم بيكفيكم كل شر وحش يا رب وكل شر مرض ويفك كربه كل يا رب مقروب يا رب ربنا يحميكم يا رب من كل وحش يا رب ومن كل مرض المهم هنا انا باوريكم بعمل بان الشباب يعني لازم ان نكبرها برضا شوية حتى لو نعمل بعصيات المجشة ونكبرها شوية وناخدها ببطن ايدينا كده لغاية ما توسع وبعد كده نحط ايا المهم تبقى راجيجة وخلاص كمان اللي بنشفو ما بتبقى شرائج زي كده يعني اللي بنشفو تبقى تخين شوية عادي يعني لكن اهم شيء اللي هو بنعمل وطر دي لازم تبقى راجيج خالص حتى لو هتشتروه بتشوفوه هو عمز زي العش السوري كده بس طبعا ايه احنا بنفرده باقي على دي طبعا انا جيبت المخدى اللي بيفرد عليها ما حاولت ما عرفتش بصراحة عمله عليها كنت عايزة اجرب الفكرة اللي هو كنت مشوفي عن الراجل الوجف كده تي وجايب زي مخدى فيديو كده وبيفرد عليها ما نفعتش الحكاية دي معي بصراحة انا زي مم ولفة بعمل فبفرد بان الشابة الكبيرة دي بفرد بان الشابة الصغيرة بس ان الشابة اللي هي الصغيرة اللي هي بتجري دي بتفرد بسرعة جوية يعني ما بتخدش وقت ممكن تحطوا خمسة ستة كده وتفردهم مرة واحد انا كنت بحط ثلاثة او وبفردهم على طبعا بس المم كل شوية احرقهم كده زي ما انتم شايفين بحرقهم عشان ما يلزجوشوا بعض وكده يعني كل شوية باخدهم واجلبهم واشوف تحتهم دايج ولا لا واعمل بالنشابة دي بصوا بتكبر بسرعة السروح يعني ان الشابة دي بتكبر راجاجة بسرعة اخدش وقت شايفين تلاتة كبير ومرة واحدة بسرعة عزين تكتر عن كده كده عزين تكبر راجاجة عن كدتي عزين تصغر عن كده دي هو احسن حاجة لما تعملوا جد صنية بس انا كنت مكبرا بس انت اهم شي تعملوا يعني ايه ايه جد الصنية بس انا كنت مكبرا المرة دي انا بحب اعمل راجاجة دي يعني بعملوا جد الصنية عشان لو فض راجاجة طريب برجاء اعمل واحدة في الصينية وكده يعني. بنعملوا بجبنة بجاة بنعمل يعني مش لازم لحمة مفرومة على فكرة الرجاج ده خالص. بنعملوا بجبنة واخدار وفلفل يعني بنعمل زي خلطة بلزة كده ونحط بجبنة عادية كمان بيضة من البيت او جبنة قريش. يعني مش لازم لحمة ولا عزين تعملوا بالصدر فراغ بردك لما تجيبوا فرخة تحوشوا الصدر بتاعها. وتعملوا تعملوا جنب الاكل كده بالشرب. انت لو طبخة فرخة بتاخد السدر بتاعها وانت بتطبخي. وتروحي السلجة بجيت الفرخة وتعمل السدر ببصل. انا بعمل كده بصراحة. براه عامل السدر ببصل وبراه جايب الشربة. وبعمل فيها الرجاج ده. بتبجى بصراحة خطير والله. يعني لو ناشف بتروحي عامل بتحطيه في الشربة. وبعد ما بتعمل السدر الفراغ بالبصل زي ما قدت لك. وتروحي حطا في النص. وبجى احسن من لحمة مليون مرة وتعملوا. ولو عايزة تعمليه بجبنة لو ما عندكش اي حاجة بتعمليه بجبنة. بتخرطي بجى جبنة وبصل وفلفل وحاجات. وتروحي حطاه. بتبجى طعم وحل. وحتى كمان بتحطي كل حاجة نية عادي بتحطيها. وبتبجى طعم وحلو برضو. يعني هو بصراحة بينفح في كل حاجة. وحتى كمان احنا في الفلاحين بنعملوا كده. يعني كمان ما بنحطش حاجة في النص. والله بنعملوا كده. بنبلوا وريدهن كل واحدة تحتها. يعني بندوبا ندي السامنة كده. ونملى الصينية ونزجها في الفرن عادي. يعني مش لازم نحشي كماء. في ناس كتيرة فعلا بتعملوا كما بتحشيش. بتعملوا زي الفطير كده. وخلاص عليك. وبتبجى طاري وبجى احسن من الفطير كماء. وبجى احسن من الجلش اللي بتشتيروه. عشان كده الرجاج دي غالي. فهو لي كزة طريقة. فاحنا النهاردة هنعملوا على يدينا اهو. وزي ما قلت لكم المكوانات بتاعتهم ميا وملحة بس. عازة تحطي رشة تسكر حطي مش عايزة خلاص. عازة تعمليه بجاتي على على البتوغاز من فوق. هتجيبي طاصة او صينية. وتعمليه على جدها. والطيبة على البتوغاز من فوق. هتسخن الصينية يدب وتجلب على طلعة. وعازة نشفية هتوطي العين. لو عازة تعملها نشفة على البتوغاز. هتوطي العين وتفضل تجلب في الرجاجة كده وكده لحد ما تنشف معاك. هتطيب واحدة واحدة بجا لو عازة ناشف على البتوغاز. هتطيب واحدة واحدة. زي ما قلتك هتسخن الصينية. بصينية بجا عشان تعرف تجلب. او لو تسك بدا معاك. على جد الرجاجة انت طبعا هتعمل الرجاجة على جد الصينية بتحتك. فانت هتروح حتى الصينية. هتجلب الرجاجة. هتوطي عين البتوغاز وتجلب الرجاجة كده وكده وكده. هتنشف بجا معاك. هتفردي بجا على الرخامة كده ولا علي حاجة عندك. هتبصي تلاقي نشف ما بياخدش ربع ساعة. وهينشف وتلميه. هتبصي عشان هو خفيف وراجيك كيلو دقيقة يعمل معاك عمود جدكة. يعني كيلو الدقيقة هتملأ منه كذا كسو وتربطيه وتشيلي. ولا تشتير الرجاج غالي ولا اي حاجة. هنا بجا احنا قاعدين نعملوا. احنا بنعملوا بدر بجا عشان نفطر به. احنا بجا زي ما قلتكم هنفطر به بطاطس محمرة وجبل. فجبنا بجا نعملوا بدر. احنا هنا في الفلاحين كده. لا يوجد نتصرف بجا يا كسكاس يا رجاج يا فطير. المهم احنا بنقعد نعك في الدقيقة ده متدقيقة عندنا. بصراحة بنعمل كل حاجة متدقيقة ده. طبعا الفلاحين عارفين الكلام اللي انا بقولوا ده. ما بيستنوش بجا لما يشتيروا حاجة منبرة. لا بيقعد يتصرف على طول. يعني في حاجة كمان اسمها هفتيت شعرية. رجاج بنقعد نتصرف بالدقيقة. فانا قلت له انهار ده اللي انا نعمل رجاج طري. وانطيب اعصاك بجا دوتي عالكانون كده. بصوا والله لو عزنوا كمان زي ما اجدتكم زي الفطير. بنحط زي ما انتم بتحطوا كدتي وتدهنوا السامنة بك. يعني لو عزنوا فطير. بصوا هتحط الواحدة وتتجلبها وتدهن السامنة. تحط الواحدة وتجلبها. تدهن السامنة فى الجبل اللي هتحطيها النين. يعني بنتي بتحط الرجاجة وتجلبي وتروحي دهنا السمنة وتحطي النيه وتجلبي تا كده هيطلع بصه زي الفطير واحسن بتبقى طعمه احلم الفطير وجميل وبينضغ كده وحلو وجميل عن الفطير كمان صلوا عن نبي بغتي علي فضل الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى ليه الجميع لا اله الا انت سبحانه كاني كنتم الظالمين بالله عليكم بغا ما تنسوش اللايك واللي ما تشاركش في القناة اشترك واللايك والله ما هياخد حاجة منكم ولا بياخد اي حاجة ده هيرفع لي بس الفيديو عشان خاطر ناس كتيرة تشوف الفيديو فبالله عليكم اللي ما بيحطش اللايك يحط اللايك انا عارفة ان فيه ناس كتيرة بتتفرج من غير ما تحط اللايك وناس كتيرة بتتفرج من غير ما تشترك بالله عليكم باجا اشتركوا في القناة وحطوا اللايك زي بعد اختكم باجا في اللايك ومعليش يحطوله اللايك عشان الفيديو يترفع اضع الرجاجة واجلب على طول على طول كده وما بياخدش نار اصلي يعني هو يدب يشم النار شايفينه ولازم تبقى احمر شوية زي ما انتو شايفينه كده يبقى محني كده بالحمران كده بنحطه ونجلب نحطه ونجلب ركما تلاجوا الرجاجة تجل على ديكم تروحوا مطلعين وتعملوا غير تحطوا كم واحدة كده وتجلبوا كم واحدة كده لا بس انا بحط الواحدة واجلب وحط التانية واجلب ركما يكتر ورح مطلعه عشان اعرف اشيره يعني من عصاج وكده داليا هين قاعدة بتسلكي هاي هو مش بيلزك في بعضيه بس هو بيشرب كمية الدقيق اللي احنا بنحطها على فكرة بشفي دقيق يعني هو بيلزك بس كده بيلزك حاجة بسيطة كده وداليا كده بتسلكي او انت تسلكيه ما هيجرنوش حاجة دي باجة كت ملك ديس عليها اللي في الداليا دي يعني دست عليها ملك كده كتفليزك في التانية فداليا عمالة تفكها مش هتتفك باجة بصراحة انا هطيبة زم هيكة بص انا بطلعو لكم واحدة واحدة يعني طيبة او شايفين واحدة واحدة دي طبعا ما عرفتش داليا تفكها ملك دست عليها كده وي راح تجيب لي حاجة حطت داها دست عليها فانها هطيبة زم هيكة كده وهتتاكل برضو هطيبة ملينا ملينا حد ما تتاكل يا سلام ل young talking même يا سلام بتجيبنة ذاو يا سلام لو تعجنب لبا الرايب يا سلام بصوا هتاكلو حفو الله من جمال اتاكلو حفو لها تعجنب لبا الرايب انا كنت تعجنب أم مية بس في ناس عندنا تعجنب لبا الرايب اللي هو الرا رقاج الطر دا يا رقاج الطر دا بييعجنب لبا الرايب لكن الناشف لا يمكن فلما مية الطري بس بيفننوا فيه عشان خطره يبجى طري وتعمو حلم فبصراحة لو تعجنوه لبا الرايب تقريبون ماء اعجنه لكن اكثر احد مرة يجربون كبهين ثم تقريبون لكير لذلك لا تهدر على الرباء اوان ماء اعجنه ثم تجربون عام فجبت الحل وضعته فيها لأنه ينشب بسرعة يجب أن نغطيه تغطيه و تشيله و ينشيه بسرعة لذلك سوف نشيله من الهواء هنا سوف أحمر فلفل و بطاطس جنبيه و سوف نحمر بطاطس و الفلفل جنبي الجبنة لا يحتاج أي شيء فقط جبنة لكننا سوف نجلل لكي نعمل شاندوتشات من اللي يجبوها فهتلاقون اعمل شاندوتشاتر واحد بس هو بصراحة هو مش عايز اللي جبنة قريش بقى جبنة بيدة اي جبنة بقى جميل بس بقى هاجوم اخسر البطاطس عشان احمرها لان العيل كانوا جايبينها جنبية كده وانا بغشر فيها و ضلحت بقى كنف الفلانس هاجلي تاني كده هما دول بس ايه وبعد كده هاجلي تصتان يعني دول مش هيكفوا العيال فانا هاجلي تصتاني فلفل و كمان تصتاني ايه بطاطس هنا ملا باجا خرط فيها و ايا كده كده ايه تصت سخنة هيتحمر على طول هوريكم باجا ايه الشاندوتشات انا طلحت اواتي هوريكم الشاندوتشات وارجع انا اجلي مع نفسي بك بصوا هنا بصوا الرجاك تاريهو اشتركوا في القناة